اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل يوم الثلاث الساعة تسعة حصة التاريخ حطوها بقى في جدول الحصص علشان ممنوع الغياب لان الغياب في حصص التاريخ بيؤدي لمشاكل في الحاضر وبلوي في المستقبل فارجوكم احرصوا على حصص التاريخ لانها بتخلينا نقرأ ونفهم ونتعلم مساء خير يا دكتور دساء النور استاذ تامر دساء حضرتك انشاء لكم بخير الحمد لله الحمد لله دكتور واحنا بنتكلم بقى لنا حوالي شهر فيه بنتابع الاحداث والصراع اللي حاصل والعدوان الاسرائيلي على غزة فاحنا كمان حصة التاريخ معمولة علشان الناس تحاول تفهم التاريخ واتطبقوا على اللي بيحصل النهاردة فتفهم من المقارنة والصور الحامل اسرائيل فكرة العدوان وفكرة القتل وفكرة الاغتيال مش جديدة عليها صحيح اللي بيحصل دلوقتي مجزرة ربما هي الابشع بس اسرائيل منذ تأسيسها في 48 وهي سلسلة طويلة مدى القتل والاستهداف والاغتيالات كل اسر فحضرتك احكي لنا حكاية الدم في المشوار الاسرائيلي الشيء المؤسف ان حتى يعني هذا العنف ما سابش العلماء نفسه يعني بالرغم من ان هما لما بدأوا في 48 وفكروا في مسألة محطة نووية اللي هي دايمونة وفعل دايمونة الغريبة ان كان في عالم امريكي اسمه فوكس هذا الرجل كان يؤمن بان لا لن يسود السلام العالم الا اذا الدول كلها امتلكت القنبلة الذرية لان كل دولها تعمل حساب الدولة التانية بقى يبطلوا يضربوا معهم يا سلام يعني هو جامعة بالعكس بدل ما ننزع السلاح النووي لا دا الكل يمتلك فبالتالي الكل يخاف من الكل اه اه فبدأ بان هو يسرب اسرار ذرية عسكرية لاسرائيل والصين لاثنين ما بعض وقد كان هي هما بدأوا بقى في مفاعل دايمونة والشيء المؤسف ان لما جون كيندي يعرف بهذا الموضوع فشك اللجنة لدراسة موضوع ايه حكاية مفاعل دايمونة دا وهليه حقيقة ولا مش حقيقة والى اي مدى وصلوا فيها كانت النتيجة اغتيال كيندي نفس ولما جاء بعد منو جونسون والمساعد بتاعه بيقول له اللجنة اللي شكلها جون كيندي قال له ارجوك تنعوا تساكت لان كيندي دفع عمره بسبب هذه اللجنة ونقعد ساكتين بقى فالشيء المؤسف ان هما ما قدام همش غير العنف يعني مايفكرش ان العنف يجيب عنف ويولد عنف لا عندنا يعني راجل عظيم جدا جدا اسمه الدكتور جمال حمدان طبعا العالم والمؤرخ الكبير الراجل ده يعني من موليد سنة الثمانية وعشرين والعبقرية بتاعته ان هو يعني خلص جامعة في سن يعني بعد عشرين يعني هو في عمر العشرين يعني على سنة الثمانية واربعين السلطة هي الدكتور جمال حمدان الله يرحمه اه هو ده تمام الراجل ده كان عبقرية وكان يعني العبقرية بتاعته بانت يعني في ميوله في الخرائط الجغرافية لدرجة ان المدرسة التوفيقية اللي كان فيها يعني طلبوا منه ان هو يرسم خرائط بحيث ان هما يستعينوا بها في شرح الجغرافية والجغرافية التاريخية وهو ما زال طالب وهو ما زال طالب اه اه لان فعلا يعني الموسيقى هي التي تغذي الفص الايمن من المخ وهو فص الابداع لان الفص الايصر هو حاجة كمبيوتر تحط فيه وتاخد منه ما لا يزود ولا انما الذي يأتي بالجديد هو الفص الايمن وغذاءه الموسيقى والرسمون نحته والتصوير وسائر الفنون فدي يعني بتؤكد النظرية العالمية بتاعت ايريك هولمز دائيا ان احنا يجب ان نهتم بالفص الايمن من المخ يعني ونغذيه باستمرار وشان كده كان زمان المدارس فيها حصة الموسيقى صح والرياضة ومش عارف ايه والفنون كلها يعني والرسم والكلام ده كله اه جمال حمدان اه سافر واخد الدكتوراه بتاعته وقابل واحد عظيم جدا كان في انجلترا كان في جامعة رادينج وكان اسمه اوستن ميلر الراجل ده يعني كان مقدم البحث بتاعه على انه ياخد ماجستير قاله لا دي بتاع الدكتوراه وداله الدكتوراه عليها يا سلام اه اوستن ميلر هذا اللي انه وجد عفقرية كبيرة اوي وان الشغل بتاعه ده شغل رهيب جدا اه اه جمال حمدان وقع في حب فيرنا سكرتيرة اوستن ميلر واه عزم على ان يتزوجها وطلب منها ان تعود معه الى مصر كان عاشقا لمصر تمام فهي قالت له لا مقدرش اجي من مصر ف رجع مصر من غير فيرنا اللي هي وقع في هواها ومنذ ذلك التاريخ لا نعرف شيء بخصوص المرأة في حياة جمال حمدان لا نعرف انه تجوز ولا ما تجوز لا لا ما تجوز ما تجوز لا 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 ما تجوز هو ما لما رجع اه الحقيقة يعني حسب بالاضطهاد الفضيع جدا دوله محاضرات لا يجب ان يعني يدي محاضرات في الجامعة جامعة اسكندرية التي يقوم بها المعيدين وهو اخي الدكتوراه والاخره وراجعه وحسب الاضطهاد اكتر واكتر هو لما رجع جاي وتعين استاذ مساعد فكانوا يدولوا محاضرات يقوم بها المعيدين وبعد كده هو ما جاء دوره في الترقية كان يجب ان يترقى الى استاذ اخروا في الترقية ورأوا من هم اقل منه في العبقرية بتاعته فتقلم قلم شديد جدا وقدم استقالته وبيت بسيط جدا ما كانش فيه حاجة يعني غير حاجة بسيطة خالص انما عكف في هذا البيت على انه طلع رواقع غيرت التاريخ وغيرت الجغرافيا وغيرا اول حاجة طلعه لنا اللي هو شخصية مصر ودراسات في عبقرية المكان اربع اجزاء ماتين وخمسين مرجع عربي وستمائة وخمسين مرجع اجنبي في هذا الكتاب الرائع اللي هو شخصية مصر الراجل ده يطلق عليه بانه اعرف السياسة الدولية والمستقبل بتاعها فتنبأ سنة 68 بنهيار الاتحاد السوفيتي الذي وقع وسقط في 1991 يا سلام وتنبأ بانفصال اوروبا الغربية عن امريكا وتم هذا وتم بحاجة خطيرة جدا ان انظرونجران حين عفيق الشعب الامريكي سوف تصبح امريكا عملاقا سياسيا قزما اقتصادية ومن استغربهاش اكبر بلد مديونة في العالم النهاردة هي امريكا ومديونة لاكتر دولة ديناها هي الصين يعني انما طبعا بكل اسف لما نيكسون استبدل يعني الغطاء الذهبي بغطاء ورقي اللي هو الدولارات اطبع زمان تعرف يعني ما انت اشعر صحيح انما هما طبعا نشوف الديون اللي عليهم شكلها ادي تمام جاء في سنة بعد كده هو جمال حمدان طلع كتاب خطير جدا سنة 1968 اسمه اليهود انثروبولوجيا اللي هي تاريخهم الانساني جاء بقى حاجة خطيرة جدا ان هو اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الدولة الخزرية ان هما يعودون الى مملكة الخزر الى مملكة الخزر ده الاساس بتاعهم تمام وقال ان هما في الشتات تلاشوا بسببين ان معظمهم اعتنق الديانة الديانة اخرى عشان يقدروا يهربوا من الاتهاضات والحاجات اللي زيلي اضف بقى لهذا الاتهاضات زي اسبانيا وغير اسبانيا والشعوب كانت بتكرههم زي ما اتكلمنا النوبل اللي فاتت وينظرون اليهم ان هما سبب الكوارث وولاهم ده كان الكتاب اللي بتاع انثروبولوجيا اليهود وحدد المكان بتاع هذه المملكة انها كانت شمال اه القوقاز وجنوب اسيا وكانت ما بين البحر الاسود وبحر قزوين تمام وانها كانت واكد هذا ايضا بانها كان هذه الجمهورية كانت تكاد تكون مستقلة وكانت اسمها جمهورية البايرو اه مش عارف ايه كده كانت لها اسم كده غريب هو جابه المهم انها يعني فضلت يعني المفروض كانت الجمهورية دي تستمر لو لا فكرة الصهيونية العالمية اللي شجعتها الدول الاوروبية وجات بقى فكرة فلسطين فكرة فلسطين دي اساسا مش جاية يعني هي اساسا من انجلترا بالذات والاجتماع اللي عملته 1905 ل 1907 وقالوا ان احنا وصلنا القمة دلوقتي وبعدين معروف انها الحضارات بتنهار بعد هذه القمة ففي هذا الاجتماع جمعوا بقى مجموعة من العلماء انهيار الامبراطورية الرومانية انهيار الامبراطورية الألمانية وقلوا ان ننهاره ازاي ونعمل ايه فابتدوا يفكروا في ازاي نوقف هذا الانهيار فطلعوا بنتيجة ان ايقاف هذا الانهيار اللي تنبأ بيه جمال حمدان ان اوروبا لابد ان تخلق لها عدو وكان هذا العدو هو الدول الاسلامية العربية اللي تنبأ بيه 1999 هانتنجتون صح اللي هي صراع الحضارات صراع الحضارات المؤمن ل نهايته كانت انه بكل اسف يعني ما خدش درس من ضلل على شمعتك تقيد ابتدى يعلن جمال حمدان جمال حمدان ان هو بقاله عشر سنين بيعمل كتاب بزلزال في العالم كله هذا الكتاب اسمه اليهود الصهيونية بان اسرائيل وان هذا الكتاب تحت الطبع تحت النشر على وشك الخروج ومن الف صفحة طب اعلنت ليه ايه المهم اعلن هذا الكتاب ابتدى ترتيب الموساد الاسرائيلي بكل اسف شقة اللي فوق منه خدوا اثنين سكان نعم سنة كم هو اغتياله كان سنة 1993 يبتدوا بقى يرتبوا له قبلها بشهرين ثلاثة كده فكرة الاغتيال دي بقى لان قبل الاغتيال بشهرين جاء اثنين سكان خدوا الشقة اللي فوق منه كانت فاضية كان زمان بقى شقة للإيجار يعني فجوم سكنوا الاثنين دول وزقوا عليه برضو واحد يخدمه خدام ده والامور ماش في عادي وكويسة وكل حاجة وفي اليوم المشؤوم ده هو اللي كان 17 ابريل 1993 اللي حصل ان مات جمالهم ده رأسه مهشمة وحريق واخد النص التحتاني من جسمه الكتاب بتاعه اللي هو اليهود الصهيونية بان اسرائيل اختفى والحريق لم يلمس ورقة اخرى من المكتبة بتاعته هو بس الكتاب ده اللي اختفى اتضح بعد كده ان الاثنين اللي جم سكنوا فوق منه يهود والولد اللي كان مزقوق عليه اللي هو الخدام بتاعه اختفى بعد المصرع بتاعه او بعد اغتياله والاتنين اليهود ده برضو اختفوا بعد الاغتيال بتاعه مهم الطبيب اللي شاف الجسة وبتاعه وجد كسر بتاع الجم جمه ده هو وقرر بكل اسف يعني ان الحريق لا يؤدي للوفاة لان ده في النص التحتاني ومن بره طيب وان الدخان لم يؤدي للاختناق فهو طبعا قتل بضرب على الرأس نفس الطريقة برضو اللي قتل بيها يحيى المشد برضو ضرب على الرأس وبردو كان اغتيال من المساد بس المساد اعترف بقى بحكاية يحيى المشد دايا وبردو انه ما ما اعترفش لا باغتيال جمال حمدان ولا سميرة موسى برضو قصة بتاع السميرة نعم اعترف بيها المشد فعلا اعترف بيها المشد اه وعملها فيلم كمان يعني يحيى المشد برضو يعني بكل اسف انه هو لما راح كيمبريدش كان مفروض ياخد الدكتورة بتاعته من كيمبريدش كان في الوقت دا الدنيا متكهربة فطلع على روسيا وخد الدكتورة بتاعته من روسيا بعد ست سنين ما راجع بقى كانت الظروف يعني لا تسمح بعمل مفاعل نووي او او الى اخره فنرويج عرضت عليه وكانت الظروف المالية صعبة راح نرويج هناك وغلطت غلطة برضو او نسميها شجاعة خلقية بس هي ادت الى ان في مقتمر عام قال يعني خطبة قوية جدا ازاي ان فلسطين دي دولة محتلة وازاي ان اسرائيل ملهاش حق في هذا فالعينين صلطت عليه رجع مصر انما يعني ظروفه المالية كانت صعبة فالعراق اعرضت عليه ان هو لانه كان يعني خطير جدا في المفاعلات النووية والتركبات بتاعتها وحاجات من فقبل انا كان اجر كبير قوي يعني بتاع فراح و اول حاجة احس بها العراق ان هذا الرجل رجل عظيم جدا ان كان العراق اتفق مع جاك شراك في ان هو يعمل مفاعل نووي فقالوا له اوكي وما فيش مانع واخدوا منه طبعا مبالغ قد كده فا اول شحنة قتلهم من اليورانيوم المشاع عشان يبتدوا الشغل بقى وبتاع يحيى المشد فحصها فمفروض نسبة اليورانيوم المشاع فيها بتسعين في المية على الاقل لقاها تسع في المية فالهم لا دي شحنة مغشوشة واحنا لا نقبلها فطبعا احسوا العراقيين احسوا بشطارة هذا الرجل وبولاء هذا الرجل فردوها لفرنسا وقالهم لا احنا ما اتفقناش على كده وده غش يعني وما ينفعش المؤسف بقى ان فرنسا قالت مش هنقدر نديكم اليورانيوم اللي هو تسعين في المية ده إلا اذا جاه يحيى المشد يستلمها من عندنا يحيى المشد احس بها ومراته احست ان في حاجة نبعت حد من عندنا لا هو نفسه اللي يجي لا لا المهم راح بكل اسف المريجين طبعا فندق عظيم جدا كل حاجة وبكل اسف الموساد يعني حده تبقى كبيرة ودخلوا عليه الاثنين وكان برده على رأسه يعني طبعا وانا عملوا حاجة حقيرة جدا فوطة في الحمام وحطوا عليها احمر طلاق شفايف على اساس انها قال ايه حاجة عاطفية يعني وان ممكن تكون واحدة وجوزها موته وكلام الفارغ ده كله انما بكل اسف هي فيه بنت قادت تطرده بس هو قفل البف والشاهة وبتاع البنت دي كانت شاهد على اللي حصل لانها قالت انا شفت بعد كده حصل وحصل هي اختفت ضربت يعني يعني ضربوها بعربية وانتهت يعني خلصوا عليها عشان ما تبقاش هي شاهد الوحيد في هذا الموضوع زخان فيه وقت اقدر اكلمك عن لا هي القصة انه الشواهد اللي حالك قلتها والقصص اللي حالك قلتها بترصد بس فكرة المشوار الاسرائيلي القائم دايما فكرة العنف دي موجودة في العقيدة الصهيونية بكل اسف يعني فكرة التخلص من الخصوم والتخلص من الاعداء وان ما فيش حاجة فكرة التواصل مع الاخر وثقافة الاخر لا هم عندهم التخلص من الاخر ودي قصة في منتهى الخطورة لازم اعرفينها وفاهمينها طول الوقت والاسف من موجودة حال الوقت يا دكتور موجودة طبعا ان هما زي ما حالك تفضلت انه الدم بيجيب دم والعنف بيجيب دم وعنف طبعا طبعا انت حيفكروا في ان هما ناسهم المفوض يشعروا بالامان او يعيشوا في بياه امان لكن واضح ان الامان بالنسبة لهم هو التخلص من كل الاخرين هو يحسوا بالا يعني ياخدوا الدرس لما تبقى تتتت ولما تبقى قوة وقفلهم بنفس القوة بتاعتهم ده يعني يدروا يحسوا بيها او لما يحسوا ان ثمار هذه يعني السياسة الدموية ما تجيبش نتيجة يعني صحيح صحيح يعني حاجة من اتنين يعني هدا ليس تسعدنا وبتثرينا بمعلومات حضرتك شكرا جزيلا شوفك الناتب قادم شكرا 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 شكرا